سلام تول مانت نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في حليمة اليوم إن شاء الله هو تحت الطلب ديالكم بالخصوص الناس اللي متبعين السفحة ديالي في الانستغرام فشاركتوا استوريات هاللي كوكيز اللي صوبت فكلكم طلبتوا مني الوصفة دياليوم بحكم أنه قرب الدخول مدرسيا إن شاء الله فكي يكتر الطلب على هاد النوع هادا ديالي كوكيز بالخصوص أن الوصفة اللي هدي نشارك معكم اليوم إن شاء الله هي وصفة ديال كوكيز صحي بامتياز يعني أكلوا فيه قد ما بغيتوا سواء أكبر أو لا صغار عطيوا منه لوليداتكم ياكلوا لقدر اللي بغاوا ما عندكم شو مناش تخافوا حيث صحي بامتياز كوكيز ديالنخالة بمكونات اللي صحية كي يجي رائع ومقرمش ما تيجيش هكذا كلاوي أو لا معجن أو لا قوام ما شي هو هاداك تيجي مقرمش بنين وزوين ولديد بزاف وأهم حاجة صحي رائع ديروا في لانش بوكس ديال وليداتكم قدموه مع كويس ديالتاي ولا قهيوة كله انتوما كبار او لا صغار غزان ما تشبعوش منه بقو معي ان شاء الله حتى الاخير ديالا فيديو بشوف المكونات وطريقة تحضير الكوكيز صحيين بنخالة اول مرحلة في تحضير هاد الكوكيز بنخالة هي الخدمة ديال العجين ديال الكوكيز في هاد زلفة درت قياس سبعين غرام ديال زبدة من أصل حيواني وخليتها في الكوزينة حتى اخذت درجة حرارة المطبخ ضروري زبدة تكون زبدة لينا ازدالها هنية 50 جرام ديال السكر الاشقر ما يسمى بالكاسونات الناس لما تفرش على هاد السكر هادا تقدرو تخدموه بسكر سانيدة او لا سكر حبيبات غير باش تكون لوصفة ديال الكوكيز صحية مية في المية خدمت بسكر الاشقر هنية غادي نسم هاد الكوكيز عندي ساشي ديال سكر الفانيليا وساشي ديالنك هاد زهرة البرتقال كيف ما يمكن لكم تعوضوهم بجوج ساشيات ديال سكر الفانيليا تقدروا غير الفاني بوحدة حتى الفاني سائلة تقدروا تديرها ماشي مشكل درت هنا يا قياس واحد نص معلقة صغيرة ديال الملحة بجنصحها حدوق وغادي نحرك المكونات حتي نساجموه مع بعضياتهم بنسبة لخدمات ديال الكوكيز كتخدموه غير بمعلقة المغيس او الاسباتول او اللبطرابي يدوي ما محتاجين لعجانة لاتاشي حاجة من بعد ما نساجمو المكونات زيت نباتية قياس واحد جوج معلقات كبار يكونوا عامر المزيان ديال زيت نباتية وهنا يا حاجتي بجوج بيضات حجم كبير بدرجات حرارة المطبخ درت البيضة اللولا غادي نحرك مزيان حتى نتساجمها ديك الزيت مع ديك البيضة اللي درت من بعد ما كتنساجم عاد غادي نزيد البيضة الثانية ونستمر بالتحرك حتى كنساجمو المكونات مزيان فهذا المرحلة غادي نزيد مع علقة كبيرة ديال العسل العسل من الأحسن يكون عسل طبيعي خدمو بأي ماركة طفرات لكم وغادي نزيد هنا يا خمسين جرام ديال اللوز مهرمش او لا اللوز كونكاسي اللي سبق لي وحمرته ديروه بالقشرة ديالو او لا بالقشرة اللي يتوفر وغادي نزيد هنا يا ربعين جرام ديال الجلجلان حتى هو سبق لي وحمرته في المقلة وغادي نزيد غادي نسم المكونات بمعالقة صغيرة ديال القرفة ونسمعالقة صغيرة ديال سكينجبير غادي نحرك المكونات مزيان حتى نساجمو وضروري اللوز اللي مهرمش اه لا تحمروه حمروه في الفران بالنسبة البودور ديال نوارد الشمس او لا ديك زرية على الكحلة مع الجلجلان فكتحمروه مغير في المقلة ضروري تحمرو هاد المكونات كيت تحمروه مزيان بوش كي يعتوري حزوين ومداق زوين من بعد من ساجمو المكونات مع بعضياتهم الثهناية تمانين جرام ديال النخالة الرقيقة ما تحمروها ما تشي حاجه ما تحمروش النخالة كتزيدوها هكدك خضره وغادي نزيد معالقة كبيرة ديال النشا اللي هي ميزنة غادي نحرك المكونات حتي نساجم الانشا والنخالة مع المواد سائلة متزربوش فضل المرحب حاجتنا بالكوكيز يجي القوام ديلو مضبوط فانتو ما كتعطيو الوقت لانخالة باش تشرب المواد سائلة وانتو ما كتخلطو انتو ما كتحولو انو كومت معسو بهالطريقة هدي باش داك الزبيب لي كيكون مقطع رقيقتي يكون مجموع على بعضياته كيتحل سلعن بي هنيا غادي نكمل داك الشي اللي خاصني باش نجمع الكوكيز بدقيق القمح الكامل هدا دقيق القمح مكيل ديال الضار مطحون ومغربل الزيت هنيا تلاتت المعال قوكبار ديال دقيق القمح وغادي نزيد هنيا جسة شيات ديال الخميرة ديال الحلوى حاجتكم ما يعادي 16 جرام ديال باكين باودر او اللا الخميرة ديال الحلويات وغادي نحرك مزيان دقيق ديال القمح كنزيدوه كا اضافه باش اعطينا واحد القوام مقرمش لهاد الكوكيز حيتي لادرناها بننخالة بوحدها كيجي بحل المعلكة ديال الخالة فانتو ما كتزيدو دقيق القمح باش كيجي فيه القوام ديال الكوكيز كيجي مقرمش ومقرمل غادي نحرك مزيان نخلط المكونات كيكتشوفو كننمعس الخليط بالظهر ديال الماغيس باش داك الزبيب كيجي موزع بشكل متساوي في الخليط ديال الكوكيز صلاح نبي غادي نقلب حسيت انه الخليط بقي شوية مرخوف زدانية معلقة كبيرة اخرى ديال الدقيق القمح فبالنسبة الكيميا ديال الدقيق القمح كدبقى على حساب القدرة ديال الخليط على الامتصاص تقدروا تحتاجوا في حالي اربعاد المعالق كبار ديال الدقيق القمح او الاقل او الاكتر اهم حاجة تحصلوا على جينا ديال الكوكيز تكون بقوام اللي هو معلك ما تكونش قاسها بزاف وما تكونش تاني جارية بزاف هنا من بعد ما كملت اخر حاجة غدي نزيدها هي لبيبيت ديال الشوكولات او الحبيبات ديال الشوكولات فاشخصيا درت قياس 150 جرام ديال الشوكولات ما بين حاجم متوسط و حاجم صغير انتو ما كديرو الشوكولات القياس اللي بغيتو تكترو اللي تزيدو هاد شكال يرجع لكم صافي هنا يا حصلت على القوام اللي بغيت كدشوفوا مني كان قياس هذيك العجينة ماشي كتلسقلية في ديال يعني ما مجرياج وماشي تاني قاسحة فهنا غدي ندوزل تشكال ديال الكوكيز غدي نعون بهاد الايس كريم سكوب او لديك المعالقة ديال الايس كريم القياس او لشيب ديال الكوكيز كيبقى على حساب الدوقة ديالكم فاشخصيا درتهم بقياس متوسط كيما شفتوا معي في بداية الفيديو بغيتو هم كبار او لصغار انتو ما كتتحكموا في الحاجم ديال الكوكيز ديالكم هنيا غدي نبدا ناخد العجينة با ديال المعالقة غدي نبدا نشكل فيها هكدا وردوا لبال واحد نقطة مهمة بغيت نشير لها لاحظوا كيفاش كان نشكل حباس ديال الكوكيز مني كان نهز العجينة ديال الكوكيز بالمعالقة نحطها في ديال طبعي طح كده نيديكم شوية ديال زيت باش مالسقش لكم الكوكيز في ديالكم لاحظوا ده با الطريقة باش غدي نصوب الكوكيز ماشي كان نكور فيه بيديا وكان نشكله علي شكل مدور لا كان بدى نحول فيه من يد اليد حتى كي ياخد شكل مدور كي تفيني فيه هكدا حتى ياخد شكل دائري ديال الكوكيز لان هاد الكوكيز هاته مصوب بالنخالة ماشي بدقيق الفورس فما تبقاوش تكورو فيه بيديا كوم تصمتوه و تجمعوه و تزيرو على بعضياتو كي ياخد شكل مدور كتحفوه او كتفينيه و تديروه في اللاطة اللي كتفرشو عليها ورقة طهي و كندير فوق من لوجه ديالو حبات اضافية ديال الشكلات سبق ليه سخنت الفران خليتو كي يسخن على دراجة حرارة 180 شاعل غير من التحت من بعد ما كي يسخن بزيال الفران كندخل الكوكيز للرف الوسطاني و كنخليهم كي يطيبو كي ياخدو من 17 حتى العشرين دقيقة على حسب كل واحد والفران اللي عندو اهم حاجة كتحصلو على كوكيز طيب مزيان و محمر هاد التحمير اللي كتشوفو فيه هرام مشعلش عليه شوية من الفوق معمركم الكوكيز تشعلو عليهم شوية من الفوق لانهو كي يكونوا فيهم اللي بي بي تجار الشكلات الشكلات مني كتشعلو عليه شوية كيتحرق فانتو ما كتطيبو اللي كوكيز زيال كو مشعله عليهم العافية غير من التحت وديمة في الرف الوسطاني و كتبقاو كتراقبو فيهم حتى كتتأكدو انهم طابو تحمرو خداو لون مذهب و محمار زوين صلاحا بيمني كتخرجوهم كتخليوهم فلطة حتى كي بردو تماما عاديك الساعات قدرو تهزوهم و كتسربوهم بصحة و الراحة باش ما بردو هاد اللي كوكيز باش ما كيزيدو زيان و كيجيوها رائعين ما تقدروش تخيلو البنة اللي كيجو في هاد اللي كوكيز هادو كيجو بنان مقرمشين رائعين شفتم اللي كان حلح ببادية الكوكيز كتبان على انها مقرمشة المداق ما نعودش لكم و صحيين بامتياز لكم و لوليداتكم بخصوص دبق الرب الدخول المدراسي ما بقال نقول لكم صحة و راحة الاجباتكم الوصفات ديالي كوكيز بنخالة صحيين ما تدخلوش علي بلي لايك و الكومنتر الناس ما مشاركينش معي في القناة مرحبا بكم ما تنسوش تفعلو جرس الانذار باش يوش لكم الجديد كل مره ندي الفا فيديو في يوتيوب الناس اللي ديجا مشاركين معي ألف شكر شكرا على التعليقات زوينة ديالكم في اليوتيوب شكرا على المساجات اللي كتصف توليها في الانستغرام اتلقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي على بروشن شاو